اهلا بكم مشاهدينا في بانوراما يقدمها لكم ابراهيم بدر ونسهلها بالعنوي بعد اجتماع مرئي ولي العهد السعودي يثني على تطوير العمل مع العراق والقادم يصف الاجتماع بالمثمر فما اهم نتائجه الصراع مع الصين احد الملفات الشائكة التي سيوجهها الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن فما هي استراتيجيتها شدد ولي العهد السعودي الامر محمد بن سلمان عزم السعودية والعراق تعزيز العلاقات الثنائية كما اعرف عن سعادته بتطوير العمل مع العراق تصريحات ولي العهد السعودي جاءت بعد لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تم خلاله استعراض اعمال الدور الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ابرز ما تم الاتفاق عليه تجشين واعادة تشغيل منفذ عرار الحدودي بالاضافة الى تجشين وبدء اعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبا الجانبان اكد في اللقاء على اهمية التعاون في مجالات الطاقة وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المجال النفطي ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبيك و اوبيك بلاس كما اتفق الطرفان على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والارهاد بوصفهما تهديدا لدول المنطقة اليوم نعقد اجتماع مهم جدا بين مملكة عربية السعودية والعراق وكلنا ما عندنا ايدنا شك بانه الروابط من البلدين روابط كبير جدا وعميقة جدا ومهمة وواجبنا انه نعمل على تحقيقها فالبلدين متجاورتين وكلنا عرب ونتبع نفس الدين ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات فنا سعي جدا بتطوير العمل معكم مع العراق كما انقل لكم تحيات خادم حرمين الشريفين والشعب السعودي كله بالكامل للشعب الشقيق العزيز العراقي من جانبه اشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعمق العلاقات السعودية العراقية مؤكدا ان بلاده تربطه بالمملكة او تربطها بالمملكة علاقات تاريخية وارث اجتماعي ومشترك الكاظمي وصف الاجتماع مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالمثمر وبانه امتداد لعمل دؤوب من اجل تعاون بين البلدين والشعبين وخلق فرص الازدهار لافتا الى سعي بلاده لتوضيط العلاقات وبناء تكامل اقتصادي يشمل المنطقة عموما والحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا من ابها الدكتور محمد الزلفة الكاتب والبحث السياسي ومن بغداد سرمد البياتي البحث في الشؤون السياسية والامنية اهلا بكم ضيفي العزيزين في بانوراما واسمح لي ان ابدأ مع الدكتور محمد الزلفة من ابها اهلا بك دكتور بداية الى اي مدى حققت الدورات الاربع من مجلس التنسيق السعود الاراقي ما يطمح له البلدان على كافة المستويات سواء الاقتصادية والسياسية او الامنية اهلا بك يا اخي بدر وظيفة تريم من بغداد لا شك ان العلاقات السعودية العراقية من اعرق العلاقات بين بلدين عربيين والغريب ان لا تكون علاقات المملكة العربية السعودية بالعراق متينة فما يجمعنا اشياء كثيرة جدا كما تحدث السموية العهد اجمعنا التاريخ واللغة والجغرافيا والسكان ولذلك ما حققته الاجتماعات الثلاثة التي مرت وتوجت بهذا اللقاء بين السمو والعاهد العمير محمد بن سلمان وبين رئيس الوزراء العراقي بن صدق الكاظمي اعتقد ان البلدين من الغريب ان لا تكون علاقاتهما قوية ولاصيما هم في قارب واحد امام الكثير من التحديات سواء التحديات السياسية التحديات الاقتصادية التحديات الارهاب امور كثيرة جدا على البلدين ان يتجاوز هذه البحن وان يترفع عن ما يحاول الاعداء ان يفرق بين اهم دولتين عربيتين العراق والمملكة العربية السعودية اللجان الثلاث والاجتماعات التي تمت على مستوى ثلاث اجتماعات حققت الكثير وستحقق الكثير والكثير جدا في قابل الايام لاصيما والارادة قوية والنوايا صافية وصادقة والعلاقات بين الشعبين يعني من اقوى ما يجب ان يكون واذا تذكرنا التاريخ الدولة العراق الحديثة اسوست عام 1921 سنعود قليلا في ما مرت به هذه العلاقات لكن اسمع لي انا اخذ رأي ضيفي من بغداد السادة سرمة البياتي اذا ما اجرينا جردا او تقييما لخمس سنوات من عودة العلاقات بين بغداد والرياض الى اي مدى ما تحقق يرقى الى طموح البلدين تحية لك ولضيفك الكريم الحقيقة الكل يعرف واللي نتكلم بصراحة اكثر من اجل ان يستفيد المشاهد سواء في المواطن السعودي او المواطن العراقي كثير كان اكوي من التشكيك في هذه العلاقة وكثير كان هناك معقلات في هذه العلاقة هذا المجلس اسس في زمن ولاية سيد حيدر العبادي واستمر في زمن سيد عادر عبد المهدي ربما هذا الاجتماع الدور الرابعة كانت بنتائج واضحة بشكل اكبر ونتائج اذا ما طبقت حقيقة على الارض ستكون بها منفعة ومصلحة كبيرة للبلدين يا استاذ العزيز الكثير من الدول عندما يصاب عندما تحدث هناك فتور في العلاقات ربما يكون الاقتصاد عامل اساسي في اعادة روابط هذه العلاقات نحن مع السعودية علاقتنا عميقة ومتأصلة ونعمل معها وننظر الى مصالحنا ومصالح المملكة العربية السعودية لكن انا اقول لك من اول يوم تنصب به السيد الكاظمي بهذا الموقع بعث علينا في اجتماع مغلق وكان لديه رؤية معينة باتجاه المملكة العربية السعودية وذكر بالذات ذكر موضوع استثمار الاراضي الصحراوية الحدودية اللي بيننا وبين السعودية يعني ذكرها بشكل ايجابي ربما هذا انطى دعم اكثر السعودية اهدت العراق استاد او احنا نسميه بالعراقي ملعب كبير جدا ستوضع الاسس له عن قريب جدا الرسالة اللي اريد اوصلها يعني لكل العراقيين يا اخوان احنا نريد ننأب نفسنا عن المحاور احنا علاقات نوية السعودية ومحيطنا العربي ما ممكن ان ننسلخ عنه هذا بالعكس هم سند وعون ان كل الدول هذا لا يعني اننا سنقطع علاقاتنا مع الدول التي لا نرتبط معها برابطة لغة كايران او تركيا لا بالعكس ما حدنا مشكلة احنا نهائيا للعلم ربما تبادلاتنا التجارية يعني البعض يقول بان ليس لدى الايراق مشكلة لكن هناك من يقول بان النفوذ الايراني ساهم كثيرا داخل الايراق بتعطيل عجلة التقدم في العلاقات بين الرياض وبغداد وهذه مشكلة حقيقية لا يمكن انكارها ربما سابقا هذا الموضوع نعم صحيح ربما انا اقول ربما وارجو ان تؤكد على كلمتي لكن الان ايضا ايران في وضع اقتصادي صعب جدا ايران في وضع اقتصادي صعب جدا محتاجة الى الايراق بشكل كبير جدا محتاجة الى التجارة مع الايراق هذه نقطة اسمح لها المقاطعة هذه نقطة الكثير من الباحثين والمراقبين قالوا بان العلاقة بين ايران والايراق هي علاقة استنزاف لموارده بينما السعودية فتحت يديها الايراق وقدمت له اكثر مما كسبت منه وبالتالي اليس من مصلحة الايراق ان يذهب نحو عمقه الاستراتيجي والديني وكل ما يجمعه وهذا ما فعلناه وهذا ما فعلناه هذا ما فعلناه هذا ما فعلناه واصررنا عليه وحقيقة يعني للعلم لكي اضيف لك هناك اشائر عراقية ممتزجة بين السعودية مختلطة بين السعودية والعراق نحن مع السعودية روابط قوية جدا لكن انا اريد ان اطمئن الجميع بان العراق الان بناها التحتية متهالكة فاذا نحتاج الى الخبرات نحتاج الى الدعم المالي لا ننسى بان السعودية قدمت ستقدم دعم مالي باستنادا الى التزاماتها في مؤتمر شباط 2018 في الكويت مؤتمر الاستثمار اذا تتذكرها بالنسبة للعراق فلذلك هم يردون من عندنا استثمارات ومصالح ونحن نريد كذلك اذا القريب اولى القريب اولى في هذا الموضوع يجب ان يعد جميع بانه زمن داعش زمن ولا يجب ان يعد جميع ربما سنعود في الجزء الثاني بالحديث عن التنسيق الامني واهميته بين دولتين كبريين السعودية والاراق لكن اسمح لي ان اعود الى دكتور محمد الزلفة دكتور المسؤولون السعوديون لطالما اكدوا بان الرياض تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي الى اي مدى وصلت هذه الرسالة والى اي مدى هناك من يحاول تشويه هذه المقاربة السعودية المملكة العربية السعودية معروف انها تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب العراقي ولا تنظر الى قضية الاختلاف الطائفي او الاكتاف العرقي وعن الاغلبية الصاحقة من الشعب العراقي هم الشعب العربي هم العرب وان كان اختلفوا في المذهب ولكن هم يظلون عرب ولا يمكن ان يبيعون عروبتهم من اجل انتماء مذهبي فالمذهب قضية ولكن الانتماء للعراق وللعروبة قضية اخرى ولذلك المملكة تدرك تماما ما مر فيه العراق من كثير من المشاكل وخاصة بعد عام 2003 العراق مر في اقصى انواع الصعوبات التي حاولت القوى ان تفرق او تبعد العراق عن جسد عن جسمه العربي واقرب عضو الجسم العربي الى العراق هي المملكة العربية السعودية الان المملكة العربية السعودية من منطلق العروبة من منطلق الجوار من منطلق الاخوة من منطلق المحبة لشعب العراق تريد ان تقف بكل ما تملك منقدرات مع الشعب العراقي للخروج به من هذه المحن التي ادخله الاخر هنا فيها ولذا صحيح نحن ندرك تماما ان هناك تدخل ايراني واضح ان هناك من استنزف كثير من ثروات العراق لمصلحة ايران ولمصلحة اولئك الذين يحاربون في بلاد الشام ولا في اي مكان اخر لمصلحة ايران ولذلك والهذا ترى البعس الذي يمر فيه الشعب العراقي البنية التحتية المتهالكة اعتقد المملكة العربية السعودية قادرة بكل ما تملكه من امكانات تقنية وما تملكه من امكانات مادية وما يفرضه الواجب عليها ان تقف لجانب الشعب العراقي هذا هو الموقف العروبي الذي نقول للعراقيين ايوا العراقيون انتم عرب نحن منكم انتم منها نحن لا نطالبكم بقطع علاقاتكم لا مع الفرس ولا مع الترك ولكن نقول نريد للعراق ان يكون كما كان دائما البوابة الشرقية الضامنة لسلامة العالم العربي ليس شعارات ولكن نريده فعلا نريد العراق ان يعيش امنا مطمئنن يستثمر كل فرواته لمصلحة الشعب العراقي انا كمواطن عربي احس بألم حينما اشاهد على شاشات التلفزة ولا كده البوعس الذي يمر فيه الاخوان في العراق وهذا امر لم يتعود العراقيون عليه حتى في سنوات الحرب كانوا يعيشون في بحبوحة اقتصادية وكان وضع العراق جيدا الان اختلفت الامور كثيرا ربما اسمح لي ان اتوقف قليلا مع بعض التصريحات لوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان التي قال فيها بان الرياض تنظر للعلاقات مع العراق كجزء اساسي من امن واستقرار المنطقة مشيرا الى ان علاقات البلدين تاريخية واخوية نحن ننظر للعلاقات السعودية العراقية كجزء اساسي من امن المنطقة واستقرارها ونماء وازدهار ليس فقط البلدين لكن المنطقة برمتها العلاقة علاقة تاريخية والاخوة اخوة تاريخية ولابد ان نبني على هذه العلاقة وهذه الاخوة لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر كما ذكر وزير الخارج السعودي بان منفذ عرعر الحدودي مع العراق سيتم تتشينه وتشغيله خلال سبعة ايام تم الاعلان عن عدد من المور الاجابية التي تصب في تعزيز وتعميق مجالات التعاون ويأتي في مقدمتها افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي والذي سيتم تتشينه وتشغيله بعد سبعة ايام اشياء الله تعالى وتدشين وبدء اعمال منحقية تجارية السعودية في بغداد قريبا والسعي على بدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين والانتهام من تشكيلي وانعقاد مجلس الاعمال المشترك بين البلدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعود إلى ضيفي العزيزين وأعود إلى بغداد والأستاذ سرمد البياتي أستاذ سرمد يعني أهمية إعادة فتح معبر عرعر بعد ثلاثة عقود من الإغلاق هذا يشير إلى أن هناك تنسيقا أمنيا لأنه لا يمكن فتح هذا معبر دون وجود تنسيق أمني فما هي الفوائد التي سيجنيها البلدان من فتح هذا المعبر والاستحقاقات الأمنية التي سيفرضها أيضا يعني هذا السؤال بقدر ما هو يفرحني بس أنا أقول لك المملكة العربية السعودية الآن بالنسبة إلى حدودها يعني تقريبا مسيطرة بنسبة عالية جدا ربما مئة بالمئة مسيطرة على حدودهم للطرفة أحد الأخوان الضباط كان يستطلع الحدود العراقية السعودية يعني تقرب على الحدود فقائد الوحدة السعودية وهو واحد يعرف الثاني فقال له ها أبو فلان اليوم قريب علينا فاستغرب إذن لديكم معدات رصد عالية كاميرات حرارية عالية الدقة ربما تكون على الحدود يعني منفذ أرأر أكيد رح يسهلنا التجارة رح يسهل كثير من الأمور رح يسهل موضوع العمرة وأنتم تمتلكون العاتبات المكة المكرمة والمدينة وهي أقدس مكانين في الكرة الأرضية والعراق بلد مسلم أربعين مليون نحتاج هذا الموضوع نحتاج أحنا بالمناسبة الاتفاقيات التي صارت أستاذ إبراهيم اتفاقيات سياسية اتفاقيات أمنية اتفاقيات ثقافية اتفاقيات صحية حول موضوع التعاون الصحي في موضوع كوفيد ناينتين اتفاقيات رياضية بناء الأستاذ بالإضافة إلى اتفاقيات اقتصادية على مستوى عالي من الأهمية يا أخي أنا دائما أوجه رسالتي لأخوتي العراقيين يا أخوان احنا نحتاج أن ننهضب بلدنا احنا ما نحتاج مناقفات ما نحتاج فلان موقفة وفلان موقفة وكأني بك تحاول أن توضح موقف السعودية وتنقله بشكل أفضل للإراقيين هل يشي هذا الأمر بأن هناك ربما فهما غير واضح لما تريد السعودية من العراق يعني الأمير محمد بن سلمان قال بأن السعودية والعراق لديهما روابط قوية وعميقة وهما متجاوران ولديهما نفس المصالح برأيك لماذا تأخر وصول هذه الرسالة دكتور محمد الزلفة إلى العراقيين وحتى ضيفنا من العراق يحاول أن يشرح جاهدا وجهة النظر السعودية لأبناء شعبه من المؤكد أن كلام سمو الأمير محمد بن سلمان واضح وصريح وهذا هو الموقف الدائم للحكومات السعودية المتعاقبة على أن العراق بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية أقرب الأشقاء إلينا وتربطنا به العلاقات متينة جدا ويؤلمنا تماما ما مر فيه الشعب العراقي على مدى العقدين الماضيين الآن الرسالة أيضا واضحة ومستمرة أننا مع شعب العراق لا نريد شيئا من شعب العراق إلا أن يكون آمنا مستقرا وأن لا يكون منصة لأي عدوان على جيرانه وخاصة على المملكة من قبل أطراف أخرى أطراف أخرى تريد إضعاف العراق لكي تجعل منه معبرا إلى بلدان أخرى لكي تعيث فيها الاضطرابات والمشاكل التي أعثتها في بلاد الشام في سوريا في لبنان في اليمن الآن الشعب العراقي أدرك تماما أن جيرانه الصادقين أن جاره الصادق المملكة العربية السعودية تقف معه بكل ما أوتيت من قوة ويؤلمها تماما ما يؤلم الشعب العراقي أنا أعتقد التجارب التي مر فيها الشعب العراقي تكفي أن يؤمنوا تماما أن المملكة العربية السعودية مخلصة صادقة فيما تريد أن ترى عليه الشعب العراقي ولذا منفذ عرعر هو وسيلة من وسائل التواصل الدائم بين الأهل في الطرف العراقي والطرف السعودي أيضا ما يحتاجه الشعب العراقي مما تنقصه الآن من كثير من متطلباته حتى الحياة اليومية المملكة العربية السعودية تقف معه قضية الكهرباء أنا أتألم لما أسمع عن بعض القرى والأرياف وحتى بعض المدن في العراق تنقطع فيها الكهرباء المملكة مستعدة أن تقدم كل شيء في هذا المجال إعادة إصلاح مراكز التكهير للبترول والمواني إلى آخره المملكة لديها خبرة كبرى تستطيع أن تقدم للعراق العراق بكل أسف ما الذي يعيق دكتور أبرز تحديات التي تعيق تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين برأيك بعجالة إذا سمعت بكل تأكيد التدخل الأجنبي نحن لا نريد تدخل فارسي ولا تدخل تركي ولا أي تدخل آخر في الشأن العراقي من أجل تجييش بعض العراقيين ضد جيرانها العرب نحن صادقين في مواقفنا ولكن العراق بحاجة إلى مواقف العرب الصادقين وأقرب الصادقين إلى المملكة العربية السعودية ولذا نتمنى أن نحن لا نطالد للشعب العراقي لا حكومة ولا شعبا أن يقطعوا علاقاتهم مع جيرانهم ولكن نقول جيرانكم لا يريدون لكم خيرا يريدون أن يستثمروكم يريدون أن تستمر ساحاتكم للصراع والمشاكل والاضطرابات وتفكير الشعب العراقي وتهجير طاقاتها البشرية وإضعاف إمكاناتها المدينة ما رأيك السرمد بالبياتي فيما قالوا الدكتور محمد الزلفة؟ للعراقيين حقا يستثمروها أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أنا أقول لك شيئا واحدا قبل أسبوعين التقيت مع السيد عبد الحسين عبطان ققاء أخوي الذي كان إذا تذكره وزير الشباب في زمن حكومة العبادي قال دعيت الفريق المتخب الوطني السعودي إلى العراق من أجل المباراة في المدينة الرياضية في البصرة يقول ذكر لي حادثة قال الملعب يتسع إلى ستين ألف قال اللي يحضروا مئة وستين ألف عراقي يحملون الأعلام العراقية والسعودية في محافظة وحدة قال مئة ألف بقوا خارج الأستاذ ما قدرنا ندخلهم هذه الروابط بين الشعبين العراقي والسعودي فهذا مثل بسيط أنه على مقدار الحب ونشحت المباراة نجاحا كبيرا جدا في وقتها وكان فد احتفالية رائعة جدا يا أخي العراق لا يريد أن يبتعد عن حضنها العربي يعني أتمنى أن يفهم الجميع نحن الآن تقاربنا مع الأردن ومع مصر ولدينا مشاريع مع مصر ومع الجميع الآن فتحنا حدودنا سوريا بدأت تصنع وتبعث إلى العراق نحن نريد أن نكون قريبين جدا عن كل ما هو عربي حقيقة هذا توجهنا وهذا لا يمنع هل تعتقد أن العراق نجح في تجاوز الخلافات أو ربما ترحيلها ومقاومة الضغوط المحلية وربما الخارجية؟ أنا لا أخفي عنك هناك ضغوط داخلية هناك ضغوط داخلية وضغوط خارجية لكن أنا أقول أنها ليست مثل ما كانت سابقا يعني يحتاج توضيح يحتاج تثقيف يحتاج توضيح أنه ليست الحكومة السعودية من بعثت الدواعش لا بل هم كانوا يعانون من مشكلة داعش هم كانوا يوميا هناك ضربات في عدة مناطق في السعودية الداعش مشكلة صارت إرهابية على كل العالم أنا خوما الصيني اللي جاي أنا عندي عشرين ألف مدرجكت من الصين جايين خوما يعني مو الحكومة الصينية هي اللي بعثتهم صحيح طيب أنا وصلوني من الشيشان وصلوني من يوغسلافيا وصلوني من الأرجنتين كل دول المنطقة عانت من هذه التنظيمات الإرهابية وهذا ربما يمكن تساءل حول أهمية التعاون بين بلدين كالعراق والسعودية في دحر هذه التنظيمات الإرهابية التعاون مصلحة البلدين أليس ألا تتفق معي دكتور محمد أعرف تماما أن المنطقة العربية بصفة عامة مرت في مرحلة خطيرة جدا من سطوة الإرهاب والإرهاب متعدد بالاتجاهات ومتعدد الدوافع التي تدفع به قوة تريد إذاء البلاد العربية ولكن الوقف الحقيقي بين الشعب العراقي وحكومته وبين المملكة العربية السعودية وحكومته كما كان المتحدث الأفائع من بغداد المملكة تعرضت لكثير من هذه الأعمال الإرهابية ونعرف من دوافعها ومن دربهم ومن جيشهم ومن أرسلهم نعرف تماما نحن جميعا نعرف أس المشكلة في المنطقة لذلك نحن والعراق يجب أن نكون أقوية لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه سواء إرهاب تطرف السني تطرف الشيعي هذا الآن يجب أن نقضي عليه تماما من أجل أمن واستقرار المنطقة بصفة عامة وعلى المجتمع الدولي أن يقف مع الدولتين العراق والمملكة في محاربة الإرهاب ومن يشجع الإرهاب ومن يمول الإرهاب ونعرفهم بسماهم الشعب العراقي يعرفهم يعرف من هو الذين يعملون هذا التدمير الهائل للعراق التدمير الهائل للسورية للبنان لليمن لمحاولة تدمير ما بقي من البلدان العربية الآمنة المستقرة وعلى رأس المملكة العربية السعودية والآن ندخل طورا جديدا من خلال العلاقات القوية العراقية السعودية ومن ثم التأثير على البلدان العربية الأخرى لنقف جميعا صفا واحدا في مواجهة الإرهاب ومصدر الإرهاب وممولي الإرهاب شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزرفة الكاتب والباحث السياسي كنت معنا مباشرة من أبها كما أشكر ضيفي من بغداد سرمد البياتي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية شكرا جزيلا لكم بانوراما مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع ملف الصين وما مدى اختلاف استراتيجيته عن ترامب أهلا بكم من جديد علاقة الولايات المتحدة المتوترة مع الصين هل ستتغير مع الرئيس الأمريكي المنتخب؟ بايدن اعتبر أن حرب ترامب مع الصين كانت سيئة على المستهلكين والمزارعين الأمريكيين وفي برنامجه الانتخابي تعهد بعدم انضمام الاتفاقيات تجارة حرة إلا بعد تقديم الدعم للأممال الأمريكيين أولا ومن المتوقع انضمام الولايات المتحدة في عهد بايدن لاتفاقية الشراكة التجارية لدول المحيط الهادئ التي رفضها ترامب كما أعلن بايدن الاعتماد على سياسة التحالفات لمواجهة الصين وقال إنه سيعمل مع الحلفاء لمواجهتها وفيما يخص حقوق الإنسان وصف بايدن القانون المثير للجدل الذي تريد الصين فرضه في هونغ كونغ بأنه ضربة قاتلة للحريات والاستقلالية التي تميزت بها هونغ كونغ عن باقي الصين دعونا نلقي نظرة على أهم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الصين خلال سنوات حكم الرئيس دونالد ترامب اشتركوا في القناة ولمناقشات هذا الموضوع نضم إلينا من بيكين العامر تمام الكاتب الصحفي ومن واشنطن فليب كراولي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا أهلا بكم ضيفين العزيزين وأسمح لي أن أبدأ مع ضيفين بيكين الأستاذ عامر تمام الكاتب الصحفي أستاذ عامر بالنسبة للصين هل خبر فوز بايدن هو خبر سعيد نعم هو على السعيد الرسمي لم تعلق ولكن ربما الأمور أو المعطيات تشير إلى أن الصين تفضل بايدن فهو بالنسبة لها ربما يعني رئيس يمكن التنبؤ بتصرفاته يمكن التعامل معه يمكن التعاطي معه بشكل مختلف ولكن من وجهة نظر الصين أن الاستراتيجية الأمريكية السياسة الأمريكية لن تتغير سواء بوجود ترامب أو بوجود بايدن الهدف الأساسي ستستمر الولايات المتحدة في مواجهة الصين على الكثير من الأصعيدة ولكن هناك ملفات بالنسبة لبايدن سيكون التعاطي معها بشكل أسهل من ترامب من هذه الملفات مثلا الملف النزاع التجاري من السهل الوصول إلى اتفاق مع بايدن بخصوص هذا الملف بعكس ترامب أيضا هناك ملفات ستكون شائكة للغاية وستكون صعبة مثل الملفات حقوق الإنسان كما تفضلت في البداية وذكرت ملف هونغ كونغ ملف تايوان ملف شينجيان النزاع بخصوص التكنولوجيا سيستمر بشكل كبير سنعود بمزيد من التفصيل لهذه الملفات لكن دعنا نشرك ضيفنا من واشنطن فيليب كراولي ونسأله هل يتفق مع ما طرحته أستاذ عامر بأنه سيكون بإمكان الصين تنبؤ تصرفات الرئيس القادم وأن السياسة الأمريكية تجاه الصين لا تتغير بتتغير الرؤساء أتفق بأنه ربما سيكون هناك ثبات أكثر في سياسة بايدن الخارجية وكما أتفق بأن السياسة الخارجية متجذرة في المصالح القومية المصالح القومية الأمريكية أقصد خاصة في المحيط الحادئ من جهة آسيا هي لن تتغير وهي راسخة ويبقى هذا هو العلاقات الثنائية الأهم التي تجمع الولايات المتحدة معيدة لأخرى في العالم كما أنها الأكثر تعقيدا في نفس الوقت أقصد علاقة الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة أخرى في العالم فأعتقد بأن هناك بعض الفرص التي ستتوفر من أجل التعاون ولكن في نفس الوقت أعتقد بأن إدارة بايدن هنا في واشنطن تراجعا في التشكيك المتزايد حول ما يمكن تحقيقه في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مستقبلا برأيك أستاذ فليب أنه خلال المناظرة التمهدية الحزب الديمقراطي وصف الرئيس المنتخب جو بايدن الرئيس الصيني بأنه لا يوجد فيه عظم واحدة ديمقراطية هذا التصريح ربما خطير وكبير هل يمكن أن يحتوي أثار هذا التصريح؟ وهل لعناه تماما؟ كيف ستكون تدعيات هكذا التصريح على العلاقات بين البلدين؟ لا شك بأن العلاقة بدأت تتغير خلال الأربع سنوات الماضية في رئيس جي وهناك قائد حاسم ودخل إلى المصر العالمي بشكل قوي وليملأ الفراغ الذي وفره له الرئيس ترامب ومع ذلك فقد غير طبيعة القيادة الصينية أو هي هي السابقة كانت قيادة بالإجموعة اتفاقها أما الآن فهناك رئيس لفترة غير محددة فنعم أعتقد من وجهة نظر الولايات المتحدة بأن الصين ليست ديمقراطية ولا شك بأن حقوق الإنسان والديمقراطية ستكون من أولويات إدارة بايدن وأن الصين يمكن أن تتوقع بعض الكلمات الحادة أو لاذعة من واشنطن خاصة فيما يتعلق بهونغ كونغ أستاذ عامر برأيك هل يمكن توقع أن ما تصفه الولايات المتحدة بملف الصين السيء فيما يتعلق بحقوق الإنسان هل يمكن أن يعيق ترميم العلاقات بين بكين وواشنطن بكل تأكيد لا الصين تتعامل مع الأمور برغماتية بحتة هي تريد أن تسعى إلى فصل الملفات كل ملف تتعامل معه بشكل منفصل تتعاطى معه بشكل منفصل فهي تدرك تماما أن ملف الحقوق الإنسان بالنسبة للإدارة القادمة أو للديمقراطيين على وجه الخصوص هو ملف شائك وسيتم التعامل معه بشكل مختلف ربما الإدارة الحكومة الصينية أرسلت رسالة اليوم للإدارة الجديدة من خلال فصل أربعة من أعضاء البرلمان في هونغ كونغ بتهمة العدم الوطنية أو الولاء لدول خارجية منها الولايات المتحدة لذلك أعتقد أنه سيكون في مواجهة هذا التعاطي من الجانب أمريكا بخصوص ملف حقوق الإنسان تشدد صيني بشكل كبير أما الملفات الأخرى سيتم التعامل معها بشكل مفاصل أعتقد أول الملفات التي سيتم التوصل إلى حلول بخصوصها هو الملف النزاع التجاري لأن هذا الملف في اعتقادي وفي اعتقاد الكثير من المسؤولين داخل الصين هو ملف مفتعل من جانب ترامب هو يمكن الوصول إلى حالة هذا الملف بمنتهى السهولة هناك رسوم جمهورية إضافية تم فرضها يمكن التعامل بشكل مختلف والتعاطي بشكل مختلف مع هذا الملف هذا ملف سنعود له بالتأكيد لأنه ربما هو يشكل نقطة الخلاف الأساسية بين البلدين لكن أستاذ فليب ترامب كان يتهم بأنه يعطي أولوية للتجارة على حساب المبادئ في تعامله مع الصين إلى أي مدى سيمثل هذا الأمر ضغطا على الرئيس الأمريكي ليعيد إلى أمريكا مركزها وريادتها في مجال الأخلاق لا أتوقع من إدارة بايدن أن تستخدم الرسوم أو تعرفها كسلاح اقتصادي كما استخدمه الرئيس ترامب ومع ذلك لا تزال هناك مسائل كبيرة عالقة في العلاقات التجارية بين المتحدة والصين فهذا الاقتصاد مترابطا بشكل كبير جدا الولايات المتحدة لا يزال لديها مخاوفة فيما يخص سرقة الصين للملكية الفكرية ومسائل تجارية أخرى ولكنني أعتقد فيما يخص النبرة والأسلوب فمثل هذه المسائل ستعالج بشكل مختلف تماما طيب الآن ترامب كان متذبدبا في علاقاته مع الصين تارة يمدح رئيسها وتارة يفرض عليها أستاذ عامر عقوبات هذا التذبدب كان غير مريح بالنسبة للصين حيث كان رئيسا لا يمكن التنبؤ بتصرفاته الآن هناك رئيس يأتي من مدرسة أخرى تماما إلى أي مدى سيشكل هذا الأمر ربما مهم أسهل للصين لكي تصل معا إلى التفاهمات خصوصا في الملفات الاقتصادية نعم ربما سيشكل مهمة سهلة للصين على أكثر من وجه الوجه الأول أن هذه الإدارة الجديدة سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بها وفقا لمعطيات واضحة بعكس ترامب ترامب كان يتفق صباحا في المساء يكون هناك تويتا تختلف تماما عما تم الاتفاق عليه وهذا يشكل عبءا على المؤسسة الحاكمة في الصين خاصة أن هذه المؤسسة إلى حد كبير هي مؤسسة بيروقراطية الأمور تمر بأكثر من مستوى لذلك في اعتقادي أن التعامل مع إدارة راسينا يمكن التنبؤ بما ستقوم به سيكون سهل سيساهم في عمل خطط لمواجهة هذه المعضلات التي تواجه العلاقات بين البلدين لذلك في اعتقادي أن الصين كانت على الرغم من عدم الإعلان رسميا إلا أنها كانت تفضل إدارة عاقلة مثل إدارة بايدن على عكس ترامب أما على الويف الآخر فهناك تحديات ستفرضها هذه الإدارة من هذه التحديات ستعيد مثلا مكانة الولايات المتحدة على الصعيد الدولي هناك الكثير من الاتفاقيات والمؤسسات التي انسحبك منها إدارة ترامب جيد صحيح صحيح أنت دائما تسبقني بخطوة أستاذ عامر لكن دعني أخذ رأي أستاذ فيليب كراولي فرص إعادة ترتيب العلاقات بين العملاقين الاقتصاديين وفق مبدأ رابع رابع هل هي ممكنة؟ لا شك بأنها ممكنة ستكون هناك مجالات للتعاون الاقتصاد هو مجال للتعاون وفي نفس الوقت مجال للتنافس بلا شك الخروج من هذه البوابة الأولوية الأولى لإدارة بايدن هي التعاون مع الجائحة العالمية والعواقب وتبعات الاقتصادية هناك أمكانية للتعاون في هذا المجال وكذلك مسائل البيئية وأيضا ستكون هناك مجالات ذات منافسة شديدة مثلا ممارسات الصين التجارية التي تشعر للمتحدة بأنها غير منصفة أو عاجلة كما ستكون هناك مخاوفة متجددة حول التطورات الحاصلة في بحر جنوب الصين وحرية الملاحة هي مسألة جوهرية للولايات المتحدة أمر أخرى أعتقد أن هناك إمكانية التعاون وكذلك التنافس مستقبلا وسنة الكثيرة من الأثنين أستاذ أمر كنت تحدث عن الانضمام إلى اتفاقية باريس المناخ الصين تعتبر أكبر ملوث في العالم هل سيكون هذا الأمر بالنسبة لها تحدي أم ربما دافع لكي تنفذ عودها بالعودة إلى الطاقة النظيفة نعم ربما الصين استبقت الانتخابات الأمريكية واستبقت الإدارة الجديدة بالإعلان في وقت سابق من الشهر الماضي بأن ستسعى أو من ضمن الأهداف الخاصة بها في الخطة الخمسية القادمة هي تقليل الإنبعاثات الأبضارة وتسعى إلى الصناعات الصديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة لذلك هي تقول أنها ملتزمة بشكل كبير بكل الالتزامات الدولية الخاصة بها ربما كما ذكرت الإدارة كانت تريد أن تظهر بمظهر الملتزم بالالتزامات الدولية بالاتفاقيات الدولية على عكس ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق أو الحالي ترامب لا نعرف سيكون سابق أم لا فهي حتى الآن تريد أن تظهر في صورة الدولة التي تلتزم والملتزمة بما عليها من التزامات الدولية لذلك في اعتقادي أن هذا الملف لن يشكل مشكلة كبيرة للصين في المرحلة المقبلة سيكون هناك التزام كبير من جانبها بهذه الالتزامات بالنسبة لملف التفوق العسكري هل يمثل هذا أستاذ فليب هاجس لدى الولايات المتحدة كهاجس التفوق الاقتصادي أم لا أعتقد أن كل البلدين يجب أن يعمل بشكل كبير جدا لعدم وجود أي مواجهة عسكرية مستقبلا سواء كنا نتحدث عن قوات البحرية في بحر جنوب الصين أو حوله وكذلك الجزر المتنازع عليها في تلك المنطقة ولا مواجهة في الفضاء السيبراني حيث للصين قدرات هائلة ونفس الشيء ينطبق على الولايات المتحدة أيضا لديها قدرات هائلة هناك أمكانية للتعاون فيما يخص كوريا الشمالية ولكن بلا شك أن الرئيس بايدن ستكون مغربته مختلفة تماما تجاه كوريا الشمالية وكيم جونغ أون بخلاف رئيس ترامب الرئيس بايدن سيعمل بشكل كبير لتجديد التحالفات في منطقة آسيا والهادئ خاصة مع اليابان وكوريا الشمالية ولا يجب أن ترى صين ذلك على أنه متهديد على رغم أن الصين في السابق لم تكن مرتاحة لستراتيجية الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة شكرا جزيلا أستاذ فيليب كراوليو ومساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا كنت معنا مباشرة من واشنطن وأشكر بكين ضيفنا عامر تمام الكاتب الصحفي بهذا نصل لكم إلى ختام بانوراما إلى اللقاء